عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مطجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مطجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا رواه أحمد